في الحقيقة الخبر اللي جاي النهاردة او الموضوع اللي خص قمة المناخ انه حصل حديث مباشر ما بين الخارجية الامريكية والخارجية المصرية للتأكيد انه مصر اكدت للخارجية الامريكية انه مصر ستقبل بالسماح بالتظاهرات اثناء قمة المناخ واثناء انعقاد قمة المناخ في شهر عشر الجاي هلا افهم من كده ان احنا في شهر عشر الجاي هيبزايق سوق عقاص كده يعني من من ارادت تظاهر ولا تظاهر ولا الحكاية دي تبقى للاجانب بس لشعرهم ازرق وعنيهم صفرة وكده اه اسف لشعرهم اصفر وعنيهم زرق وكده ولا الموضوع ده هيبقى مخطط ليه مظاهرة واحدة شكلية جميلة في حب الشجر وفالتحية المناخ الجميل ولنغلق نحط ادينا في ادينا بعض عشان نقفل يعني ثقب الاوزون مصر نعرفها ما فيهاش مظاهرات مصر من 2013 لغاية دلوقتي ما فيهاش اي كلام عن مظاهرات الكلام اللي بتقوله واشنطن بوست النهاردة كلام شديد الوضوح وهو ان احنا عملنا بليدج يعني عملنا تأكيد اكدنا كتبنا ورقة قدمنا مذكرة للخارجية الامريكية اللي هي واحدة من المؤسسات الاساسية اللي بتقرر المناخ ده وقيمته تعمل فين خب بالك ممكن قيمة المناخ تتسحب منك كده زي الرخصة كده وانت ماشي ممكن اعمل الشرطة قابلك ياخد منك رخصة السيارة قيمة المناخ نفس الشيء التأكيد المصري الذي جاء على لسان الواشنطن بوست واضح انه محدد جدا جدا وانه يعني الحكاية بسيطة السفير شكري قال نعمل على تطوير مرفق مجاور لمركز المؤتمرات سيوفر لهم الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير على هذا الرأي وسنوفر لهم ايضا امكانات الوصول كما يحدث تقليديا قبل يوم واحد من المفاوضات الى عقد التفاوض نفسه غالبا ما تملأ الاحتجاجات في مؤتمرات الامم المتحدة للمناخ الشوارع بالعوامل واللافتات وتستمر لعدة ايام تشكل الاحتجاجات وكذلك الاكشاك والمؤتمرات الصحفية خارج المرافق الرسمية مؤتمر خاصة بها على الرغم من انها ليست المكانة اللازية يتم فيه صياغة لغة حاسمة بشأنة التزامات طبعا ده تعليق من الواشنطن بوست نفسها بين القارئ واحنا كمان بنادل حضرتك كمشاهد وحضرتك كمشاهدة للموقف بيبقى عامل ازاي بيبقى فيه مؤتمر فيه الرسميين بس على النص يا كده في الشارع اللي قدامه بيترك المناخ وبيترك المجال لكل المحتجين ان هم يعملوا مؤتمر شعبي اصلا ويقولوا فيه قرارات تبقى تضارب او تنافس او تختلف مع القرارات المتوقعة انها تخرج من القمة الرسمية وهذا اصبح من اباديهيات مؤتمرات المناخ فمش هينفع تصحى من النوم تقول انا هعمل مؤتمر مناخ وستضيف مؤتمر مناخ وتقول الناس يا جماعة ونبي ايه خدوا الباركينج ده عيشوا فيه وتتوقع ان هم هيعيشوا فيه اوعى اوعى تتوقع ان هم هيقولك اه والله متشكرين جدا حط اليافطتين اكتب الاسمين قول البقين وروح لا الناس دي متعودة بتسافر حول العالم متعودة انها تحضر تناقش تعمل مؤتمرات تعمل خيم تعمل جلسات تعمل ندوات تعمل نشاط مكسف ازاي الامن المصري هتفاعل مع هذا الامر انا معرف لكن انا متأكد انه اي واحد من الناس الغلابة دي المحترمة دي هيجي يتمسك هيعمل مشكلة كبيرة في المناخ بس مش في المناخ العالمي في المناخ الداخلي وفي العلاقات المصرية الاجنبية المختلفة العابرة للحدود ولكل الشيء شكري برضو قال خلال اجتماعاته في الدنمارك في وقت السابق من هذا الشهر انه دعا المتظاهرين الذين كانوا بالخارج للتحدث معه بيجرب يعني الحكاية دي ووصف الاجتماع بانه مسمر وان اهداف مصر المناخية تتوافق مع اهداف العديد من المتظاهرين